فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال يا جارية هلمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيامة والقعود تكاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أنه يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له الصحابة بذلك رضي الله عنه وأرضاه وهذه مزية عظيمة ينبغي للمسلم أن يقتدي بالمجددين الذين يحيون السنن ويميتون البدع مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته معتدلة متناسبة لا يطيل بعضها ويخفف بعضها ولا يخففها كلها تخفيفا يخل وإنما كانت صلاة متناسبة نعم قال وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث روي عنه نحو مئة حديث وقال ابن عدي يروي قريبا من مئة حديث ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة ده يعني بحديث عنه ثقة